بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله وأما رد السلام فحكمه حكم الإيجاب والقبول وقال الإمام الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين ما لا يحتمل من واحد فلا تضر فيه سكتة تنفس وعين لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنه ما حكى يا عن المذهب أنه لو قال على ألف أستغفر الله إلا مئة صحة واحتج بأنه فصل يسير فصارك قوله على ألف يا فلان إلا مئة قال النووي رحمه الله وهذا الذي نقله فيه نظر وقال السبكي في الجمع بينهما يظهر أن الكلام اليسير إن كان أجنبيا فهو الضار وإلا فهو الذي يغتفر كقوله أستغفر الله ويا فلان فليحمل كل منهما على الفصل اليسير بنحو أستغفر الله ويا فلان لا على مطلق الفصل اليسير فائدة قال ابن السبكي رحمه الله الضابط في التخل المضر في الأبواب أن يعد الثاني منقطعا عن الأول وهذا يختلف باختلاف الأبواب فرب باب يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب في غيره وباختلاف المتخل لنفسه فقد يغتفر من السكوت ما لا يغتفر من الكلام ومن الكلام المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي ومن المتخلل بعذر ما لا يغتفر من غيره فصارت مراتب أقطعها للاتصال كلام كثير أجنبي وأبعدها عنه سكوت يسير لعذر وبينهما مراتب لا تخفى تنبيه من المشكل هنا ما ذكره الرافعي وغيره في الولي إذا وهب الصبي من يعتق عليه ولم يقبله أن الحاكم يقبله فإن لم يفعل قبله الصبي فإن لم يفعل قبله الصبي بعد بلوغه قال ابن السبكي فهذا فصل طويل فلماذا يغتفر وأيضا فالإيجاب صدر والصبي غير أهل للقبول قال ولا يمكن أن يحمل على قبول إيجاب متجدد بعد البلوغ لأن ذلك معروف لا معنى لذكره القول في فروض الكفاية وسننها قال الرافعي رضي الله عنه وغيره فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد على من يسقط به فالكل فرض أو تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين أنه أفضل من فرض العين وحكاه أبو علي السجي عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان خلافه وفروض الكفاية كثيرة منها تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه أنه يجب اثنان وآخر ثلاثة وآخر أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال ومنها الجماعة في الأصح وإنما تسقط بإقامتها بحيث يظهر الشعار في البلد فإن كان صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد فإن كان البلد صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد وإلا فلابد من إقامتها في كل محلة ومنها الأذان والإقامة على وجه اختاره السبكي وإنما يسقط بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا ففي القرية يكفي الأذان الواحد وفي البلد لابد منه في مواضع وعلى هذا قال في شرح المهذب الصواب وظاهر كلام الجمهور إيجابه أي الأذان لكل صلاة وقيل يجب في اليوم والليلة مرة واحدة ولنا وجه أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرها لأنه دعاء إلى الجماعة والجماعة واجبة في الجمعة مستحبة في غيرها فالدعاء إليها كذلك وعلى هذا فالواجب فيها هو الذي بين يدي الخطيب أو يسقط بالأول فيه وجهاني ومنها تعلم أدلة القبلة على ما صحهاه النووي من فروض الكفايات ومنها صلاة العيد على وجه ومنها صلاة الكسوف على وجه حكاه في الحاوي وجزم به الخفاف في الخصال ومنها صلاة الاستسقاء على وجه حكاه في الكفاية ومنها إحياء الكعبة كل سنة بالحج قال الرافعي وهكذا أطلقوه وينبغي أن تكون العمرة كالحج بل الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك واستدركه النووي بأن ذلك لا يحصل مقصود الحج فإنه يجتمل على الرمي والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنا وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك قال في المهمات وكلام النووي رحمه الله لا يلاقي كلام الرافع فإن الكلام في إحياء الكعبة لا في إحياء هذه البقاع قال وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ما ذكره النووي فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاختصاص قال وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ما ذكره النووي فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاختصاص قال والمتجه أن الطوافك العمر وأجاب البلقيني عن بحث الرافع بأن المقصود الأعظم ببناء البيت الحج فكان إحياؤه به بخلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف قال في شرح المهذب ولا يشترط عدم مخصوص بل الفرض حجها في الجملة وقال الأسنوي وغيره المتجه اعتبار عدد يظهر به به الشعار نعيد العبارة قال في شرح المهذب ولا يشترط عدد مخصوص هناك خطأ مطبعي ولا يشترط عدم مخصوص عدد مخصوص بل الفرض حجها في الجملة وقال الأسنوي وغيره المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار تنبيهاني الأول علم مما تقرر أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية وأن فرض الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه فالكل فرض لأنه لا يتصور وقوع الحج نفلا وأن قاعدة إن الفعل لا يجب إتمامه بالشروع غير منقوضة الثاني إن ثبت ما تقدمت الإشارة إليه من أن العمرة لا يحصل بها الإحياء زال الإشكال في كون الطواف أفضل منها في كون الطواف أفضل منها لكونها تقع من المتطوع نفلا ومسألة التفضيل بين الطواف والعمرة مختلف فيها وألف فيها المحب الطبري كتابا قال فيه ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة ورأوا أن الاشتغال ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من الطواف وذلك خطأ ظاهر وأدل دليل على خطأه مخالفة السلف الصالح فإنه لم ينقل تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين وقد روى الأزرقي أن عمر بن عبد الأزيز سأل أنس بن مالك الطواف أفضل أم العمرة فقال الطواف وقال طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أم يعذبون قيل لما قال لأن أحدهم يدعو الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى كراهة تكرارها في العام ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف بل أجمعوا على استحبابه وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها هو الذي نصره ابن عبد السلام وأبو شام وحكى بعضهم في التفضيل بينهم احتمالات ثالثها إن استغرق الزمان الاعتمار فالطواف أفضل إن استغرق زمان الاعتمار فالطواف أفضل وإلا فهي أفضل وقال في الخادم يحتمل أن يقال إن حكاية الخلاف في التفضيل لا تتحقق فإنه إنما يقع بين متساويين في الوجوب والند فلا تفضيل بين واجب ومندوب ولا شك أن العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية والكلام في الطواف المسنون نعم إن قلنا أن إحياء الكعبة يحصل بالطواف كما يحصل بالحج والاعتمار وقع الطواف أيضا فرض كفاية لكنه بعيد قال المحب الطبري والمراد بكون الطواف أفضل الإكثار منه دون أسبوع واحد فإنه موجود في العمرة وزيادة قلت ونظيره ما في شرح المهذب أن قولنا الصلاة أفضل من الصوم المراد به الإكثار منها بحيث تكون غالبة عليه وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك ومن فروض الكفاية الجهاد حيث الكفار مستقرون في بلدانهم ويسقط بشيئين أحدهما أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإذائهم من الكفار الثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك وأقله مرة وأقله مرة واحدة في كل سنة فإن زاد فهو أفضل ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف وفي العدوب كثرة ويخاف من ابتدائهم الاستئصال لعذر بأن يعز الزاد بأن يعز الزاد بأن يعز الزاد أن يقل وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك أو ينتظر الإحااق مدن أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال ومنها التقاط المنبوذ أنه من فروض الكفايات ومنها اللقطة على وجه ومنها رد السلام حيث المسلم عليه جماعة ومنها دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة بيت وبيت مال وهل يكفي سد رمق أو لا بد من تمام الكفاية التي يقوم بها من يلزمه نفقته خلاف قال في المهمات الأصح الأول قال ومحاويج أهل الذمة كالمسلمين وصرح به القمول في الجواهر ويختص الوجوب بأهل الثروة ومنها إغاثة المستغيثين في النائبات ويختص بأهل القدرة ومنها فك الأسراء ذكره الزركشي نقلا عن التجريد لابن كجن ومنها إقامة الحرف والصناع وما تتم به المعايش كالبيع والشراء والحرص وما لا بد منه حتى الحجامة والكنس ومنها تحمل الشهادة وأداؤها وتولي الإمامة والقضاء واعانة القضاة على استيفاء الحقوق ومنها الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر ولا يختص بأرباب الولايات ولا بالعدل ولا بالحر ولا بالبالغ ولا يسقط بظن أنه لا يفيد أو علم ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع ومنها النكاح عده بعض أصحابنا فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا حكاه في شرح الروضة وجزم به في الوسير وما لا السبكي إلى قتالهم وإن قانعوا بالتسري مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية لكن قال القمولي في الجواهر الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية ما إذا طلبه رجل فأنه يجب على نساء البلد إجابته ويسقط بواحدة وكذا على الأولياء المجبرين وحكاه في الخانم وقال المراد تركه للأمة المراد تركه للأمة لانقطاع النسل ومنها تعليم الطالبين والإفتاء ولا يكفي في إقليم ولا يكفي في إقليم مفت واحد والضابط أن لا يبلغ ما بين مفتيين مسافة القصر قال الفزاري ولا يستغني ولا يستغنى بالقاضي عن المفتي لأن القاضي يلزم من رفع من رفع إليه عند التنازع والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة ومنها إسماع الحديث ومنها تصنيف الكتب أشار إليه البغوي في أول التهذيب وقال الزركشي في قواعده من فرض الكفاية تصنيف الكتب لمن منحه الله تعالى فهما وإطلاعا ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في المواهب والنوادر والعلم لا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس ومنها القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشر وهي التفسير والحديث والفقه بحيث يصلح للقضاء والإفتاء وآلاتها كالأصول والنحو والصرف واللغة وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم والطب والحساب المحتاج إليه في المعاملات والإرث والوصايا ونحوها وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه ويدخل الفاسق وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه ويدخل الفاسق ولا يسقط به ولا يدخل العبد والمرأة وفي سقوطه بهما وجهان ومنها حفظ القرآن والحديث ذكره في شرح المهذب وعبر العبادي في الزيادات والجرجان في الشافي بحفظ جميع القرآن وعبر الماوردي بنقل السنن وعد الشهر الثاني في الملل والنحل الاجتهاد من فروض الكفايات قال فلو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصر فيه أهل العصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها متماثلة فلابد إذا من مجتهد انتهى قاله الزركشي ومن فروض الكفايات جهاد النفس قال الشيخ علاء الدين الباجي جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين العاقلين ليرقى بجهادها في درجات الطاعات ويظهر ما استطاع من الصفات ليقوم بكل إقليم رجل من أهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يعين المسترشد على ما هو بصدده فالعالم يقتدى به والعارف يهتدى به فالعالم يقتدى به والعارف يهتدى به وهذا ما لم يستول على النفس ما لم يستول على النفس طغيانها وإنهاكهما في عصيانهما فإن كان كذلك صار اجتهادها فرض عين بكل ما استطاع فإن عجز استعان عليها بمن يحصل له المقصود من علماء الظاهر والباطن بحسب الحاجة وهو أكبر الجهادين إلى أن ينصره الله تعالى خاتمة العلوم تنقسم إلى ستة أقسام أحدها فرض كفاية وقد مر والثاني فرض عين وهو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض كالوضوء والصلاة والصوم إنما يتوجه بعد الوجوب فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن لزمه التعليم قبله كما يلزم بعيد الدار السعي كما يلزم بعيد الدار السعي إلى الجمعة قبل الوقت وما كان على الفور فتعلموا على الفر وما لا فلا وإنما يلزم تعلم الظواهر إلى الدقائق والنوادر ومن له مال زكوي يلزمه ضواهر أحكام الزكاة ومن يبيع ويشتري يلزمه تعلم أحكام المعاملات ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء وكذا من له أرقاء وكذا معرفة ما يحل وما يحرم من مأكول ومشروب وملبوس وأما علم الكلام فليس عينا قال الإمام ولو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به وأما إذا ظهرت البدع فهو فرض كفاية لإزالة الشبه فإذا ارتاب أحد في أصل منه لزمه السعي في إزاحته قال في شرح المهذب فإن فقد الأمران فحرام والواجب في الاعتقاد التصديق الجازم بما جاء به القرآن والسنة وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الجسد والعجب والذياء ونحوها فقال الغزالي إنها فرض عين وقال غيره من رزق قلبا سليما منها كفاف وإلا فإن تمكن من تطهيره بغيره لزمة وإن لم يتمكن لا إلا بتعلمه وجب الثالث مندوب كالتبحر في العلوم السابقة بالزيادة على ما يحصل به الفرض الرابع حرام كالفلسفة والشعبذة أو الشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر هذا ما في الروضة ودخل في الفلسفة المنطق وصرح به النووي في طبقاته وابن الصلاح في فتاويه وخلائق آخرون ومن هذا القسم علم الحرف فرح به الذهبي وغيره والموسيقى نقل ابن عبد البر الجماع عليه مكروه الخامس مكروه كأشعار المولدين في الغزل والبطالة السادس مباح كأشعارهم التي لا سخف فيها ولا ما يثبت عن الخير ولا يحث عليه ذكر هذه الأقسام النووي في الروضة وغيرها فقد استكمل العلم أقسام الأحكام الخمسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى